اهلا بكم يا اصدقائي وصلنا الى نهايات عصر بوتفينك بطل العالم السادس عندما تقابل مع الصخرة الدفاعية السوفيتي الارمين الاصل تيجران بيتروسيان هو تيجران بيتروسيان سوفيتي من اصل الارميني ولد سنة 29 وتوفي 84 وهو من عائلة فقيرة وعمل في ابسط الاعمال اليدوية وهو بطل العالم التاسع لست سنوات من 63 ل69 ويعرف باسم تيجران الحديدي بسبب اسلوبه الدفاعي الصلب الغاية وهو يفضل الامان عن اي شيء اخر واصبح ايكونة للشترانج في ارمينيا وقد فاز بيتروسيان ببطولة الاتحاد السوفيتي 4 مرات كما وصل لنهائيات تصفيات بطولة العالم 8 مرات وفاز ببطولة العالم عندما تحدى بوتفينك عام 63 ودافع علقبه بنجاح امام السوفيتي الاخر بوريس اسباسكي عام 66 ولكن اسباسكي عاد سنة 69 ليفوز عليه ويقول عنه خليفته الارميني ليفون ارونيان ربما تبدو ادوار بيتروسيان بطيئة ومملة ولكن في الحقيقة مليئة بالحيوية والعمق ويقول عنه بوريس اسباسكي ان اكبر مميزات بيتروسيان هو عدم معرفة قسمه متى يتحول الى مايكل تال وسنرى تطبيقا لهذه المقولة في هذا الدور عندما التقى مع السوفيتي بطل العالم السابع فاسيلي سيمسلوف ونترقب هذا الموقف فله قصة طريفة اهداءات الفيديو السابق محمد خالد ايمن وردة ماهر العلوي حامد محمود شريف عفيفي عبدالوهاب عبدالرازق ابو المنزر منا بهريم يوميات انسان شريف احمد وعزيز ترجع بتروسيان بالابيض وابادة سي فور الافتاح الانجليزي ورد اسمسلوف نايت اف سيكس نايت سي سري اي سيكس نايت اف سري بي سيكس الافتاح الانجليزي تفريع هندي الوزير دي فور وتحولنا الى هندي الوزير بي شوب بي سفن اي سري دي فايف بيبدأ في مهاجمة الوسط وبتروسيان اخذ وهنا سمسلوف لو اخذ بالبيضة هيغلق طريق فيله على الوطر الطويل ولذلك اخذ بالحصان اي سري بي شوب اي سفن مستعد للتبييد بي شوب بي فايف وهنا الاسود لو غطى بالحصان مثلا من السي سيكس هيقع في مأساق بالنايت اي فايف طالب الحصان المربوط ولابد من حمايته وهنا النايت اي فور هيبعد الوزير ولابد من سكور الحصان بينما لو غطى بالحصان من الدي سيفن هيكسر على الدي فايف وبعد الاقس هيلعب النايت اي فايف واضغط على الحصان المربوط بقطعتين ولابد من تراجع الفيل لحماية الحصان وهنا النايت سي سيكس والوزير في المصيادة ولذلك سمسلوف لعب سي سيكس طالب الفيل اللي يتراجع سي فايف نايت دي فايف وهنا النقلة الصحيحة هي الاقس بالبيضة رغم انه حيغلق مؤقتا الفيل على الوطر الطويل ولكن سمسلوف اخد بالوزير ودي نقلة سيئة وربما كانت بداية متاعب سمسلوف لان بتروسيان اخد وهنا النقلة الوحيدة هي الاقس بالفيل ومع ذلك حيتعرض الاسود لبتاعب بعد البيشوب بفايف اتش نايت سي سيكس هياخد الوزير وبعد الاقس الفيل حيتراجع والاسود حيبقى ببيضة معزول لكن ده افضل من اللي حدث في الدور لان اسمسلوف ما اخدش بالفيل انما اخد بالوزير وبدأت متاعب الاسود ببيشوب دي 2 طالب الروك سي 1 ويهاجب الوزير وبالفعل بعد نايت سي 6 روك سي 1 طالب الوزير والوزير تراجع كوين دي 2 روك سي 8 الرخ على عمود الوزير وطالب النايت اي 5 ويهاجم الوزير ورقم خطورة هذه النقلة تركها بتروسيان وقام بالتبي وصلنا للموقف المرسوم في مقدمة الفيديو سيمسلوف له النقلة القوية نايت اي 5 بينما تهديد الابيض هو اخذ بيدة ال H7 ولذلك سيمسلوف لعب H6 لانقاذ البيدة ولكن بعد الدور سأله النقاط لماذا لم تلعب النايت اي 5 رغم انها تبدو قوية فقال سيمسلوف اذا كانت قوية فبتروسيان لن يتركها ابدا وده بيدل على عمق تقدير اللاعبين لبيتروسيان ولعبه الحذر وبتروسيان بعد الدور اوضح ان النايت اي 5 نقلة سيئة رغم انه طالب الفيل مع الوزير وطالب الحصان مع الفيل بالاضافة لطلب الوزير بالرخ وهنا في كثير من التفريعات هنرى بعضا منها اولهم البيشوب بفايف اتشاك والملك يستطيع التحرك او ربما يغطي بالحصان فمثلا اذا تحرك بالملك حياخد الحصان طالب الاخص على الاف سيفن بشوكة ثلاثية وامام ذلك بيترك وزيره اللي لو الاسود اخده حياخد بتشك وبعد تحرك الملك حياخد الوزير وهنا الاسود لابد ان يأخذ الرخ والابيض حياخد بتشك ولابد من اقص الحصان لكن هنا البيشوب بفور بتشك لابد للابيض ان يفوز بقطعة اذا لا يستطيع التحرك بالملك بينما اذا غطى بالحصان طالب الوزير الوزير هو اللي حياخد الرخ بتشك وبعد الاقص حياخد الفيل بتشك ولابد من التغطية بالفيل وهنا البيشوب بيفور طالب الوزير والوزير ليس له غير مربع وحيد وهو الدي فايف وهنا حيلحقه بالفيل وهنا الوزير لو تحرك على الصف مثلا للف فايف حيلعب ببساطة روك دي وان طالب الاخص بتشك والحصان حيسقط ووراءه الملك ولذلك لا يستطيع التحرك على الصف ولابد من الزهاب للدي سري لمنع الروك دي وان لكن هنا حينتهي الدور ايضا بالنيت اي فايف طالب الوزير وطالب الحصان والابيض حيفوز اذا سيمسلوف كان عنده حق بدون تفكير لم يلعب النايت اي فايف وانقص بدقه بتقديمه للامام وبتروسيان كمل بروق دي وان والروق على عمود الوزير واسمسلوف قام بالتبييد وربما حاليا طالب النايت اي فايف ولذلك البيشوب سي سري بيمنع المربع ولو تهديد خطير بالبيشوب اتشي سابن اتشيك ويكشف هجوم على الوزير ويفوز ولذلك الوزير تراجع ومن هنا بدأ هجوم بتروسيان بكوين اي فور طالب كوين جي فور وطالب المات على جي سابن ومن هنا عاوزكم ترقبهم الفيلين الابوياء اللي بيسيطروا على الاوطار المتجه للملك وقرنوهم بافيال سيمسلوف ستجدوا الفارق كبير للغاية والاسود لو لعب الجي سيكس هتكون نقلة سيئة لانه اولا بيضع في البيادة غطاء الملك ثانيا بتروسيان هيكمل بيبيشوب اي فور طالب اغض الحصان وبكده المربع دي فور هيصبح في متناول الوزير وطالب المات والاسود هيعاني معاناة شديدة ولذلك ملعبش الجي سيكس ان ملعب روك دي ايت بيعمل مربع هروب للملك لكن بعد كوين اي فور طالب كوين اتش سيفن تشيك وكوين اتش ايت تشيك ميت سيمسلوف مضطر للاعب الجي سيكس وده افضل نقلة رغم انها اضعفت البيادة اغطاء الملك وبتروسيان بدأ في التلاعب بكوين جي فور له اكتر من طلب منهم البيشوب جي سيكس وبعد الاقص بياخد بتشيك والمات لا يمكن منعها فالملك اذا ذهب للف ايت الفيل هيعطي الكش والملك لابد ان يعود مرة اخرى وهنا هياخد ويكشف كش والمات في النقلة القادمة ايضا لا يستطيع حماية البيادة بكينج اتش سيفن هيخسر ايضا بتضحية الفيل ولابد من الاقص وهنا هياخد بيدة الاي طالب اكوين اف سيفن تشيك ميت ولابد من حماية المربع لكن هنا الرخ هيتدخل طالب الفيل وربطه بتشيك ولابد من حماية الفيل مثلا من السي سيفن هيغلق حماية الوزير للمربع اي 5 والحصان حيذهب طالب الاخص بتشيك والمات في الطريق ولابد من اقص الحصان والوزير بياخد طالب المات وطالب الفيل وطالب الرخ والابيض حيفوز اذا لا يستطيع حماية الفيل من السي سيفن ولابد من حماية الفيل من الاي ايت لكن هنا حتجي النقلة الرائعة يا ترى ايه هي ناية جي 5 اتشك بالطبع الملك ليس له اي حركة ولا يستطيع الاخص بالفيل لانه مربوط ولابد من الاقص بالبيدأ وبكده تم فتح العمود اتش وكوين اتش سري تشك هتؤدي للمات بعد كينج جي ايت كوين اتش ايت تشك كينج اف سيفن كوين اف سيف تشك الفيل لا يستطيع الاقص لانه مربوط ولابد من عودة الملك ليتلقى المات اذا ايضا لا يستطيع الحماية بالملك ولابد من لعب الاتش 5 وبكده تم اضعاف اكتر لبياد اضطاء الملك والوزير تراجع للاتش سري طالب الجي فور ويفتح العمود اتش والمات ولذلك سيمسلوف مجبر على اضعاف اخر بالF5 وبيمنع الجي فور لكن بكده اضعف بشدة البيداء E6 وبتروسيان حول له الفيل طالب الاقص بتشك ويفوز بالفرق والاسود اخد الرخ بتشك وبعد الاقص ما زال التهديد موجود ولابد من حماية البيداء بالملك لكن هنا بتروسيان احكم قبضته على الدور مستغلا اضعفات البيادئ بنقلة رائعة E4 الابيض بيهدد بالاقص على F5 طالب ياخد بتشك ولابد من الاقص وهنا هياخد بالوزير بتشك والبيداء لا يستطيع الاقص لانه مربوط وبالطبع الملك لو تراجع للجي ايت حيتلقى المات ولذلك حيتراجع للإي ايت وهنا كوين اتشك والملك ليس له غير مربع الاف ايت وبيشوب جي سفن اتشك كينج جي ايت بيشوب اي سيكس شك ميت اذا لابد من حماية بيداء الاف ايت والنقلة الوحيدة هي بالوزير وبتروسيان بكل هدوء لعب روك اي وان وبيهدد بالاقس وبيداء الي سيكس حينهار ووراء دور الاسود واخر محاولة لسيمس لوف هي لعب كوين جي فور طالب تكسير الوزيرين والتخلص من الكابوس لكن بتروسيان بكل بساطة اخذ البيداء واصبح هناك اكتر من تهديد اما الاقس على الاسيكس بالبيداء او بالفيل او حتى بالرخ فاذا تم تكسير الوزيرين حياخد بالفيل اولا بتشك ولابد من تراجع الملك وهنا حياخد الوزير طالب الروخ اللي لابد ان ينجو لكن بعد اخذ بيداء الزي سيكس اصبح الاسود بدون امل فالبيداء حيتقدم للامام بدون اي مدايقة في حماية زوج الافيال الرائع ولذلك سيمسلوف اخذ الفيل واصبح متقدم بقطعة لكن موقف الملك يائس لان بعد الاخص بتشك الاسود مرة اخرى فحيرة فلو اخذ البيداء حياخد بتشك وبعد التراجع حياخد الحصان وبنصل لموقف نادر حدوث فالروخ طلب الوزير وايضا طلب الروخ مع الوزير الابيض ورقب ورقب الروخ معرضة الاخص بثلاث قطع الا ان الاسود لا يستطيع الاخص بأي منهم وإلا النايت اي فايف اتشك بشوكة ملكية ويفول اذا لا يستطيع اخص البيداء ولذلك تراجع للاي ايت لكن هنا جاءت الضربة الاخيرة بالجي سيفن طالب الترقية ولا يمكن منعها غير بالإي فايف وبيفتح الوطر للوزير لمرأبة مربع الترقية لكن الابيض اكبره على التسليم بالاخص البيداء بتشك ولابد من الزهاب للجي سيفن وهنا روكي دي وان تشك بيشوب إي سيكس وهنا اخذ البيداء والاسود سلم فالفيل بالطبع لا يستطيع الاخص لانه مربوط واذا اخذ بالحصان هياخد بالحصان بشوكة ملكية واذا ترك الفيل هياخد الفيل بتشك ويفوز بقطعة والترقية ايضا في الطريق ولذلك سلم وبعد ان اثبت بتروسيان انه لاعب دفاعي صلب اثبت في هذا الدور انه ايضا لاعب هجومي وتكتيكي لا يشق له غبار والى اللقاء في الموقعة الكبرى معبود فينك على لقب بطولة العالم فهناك الكسير واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر